وفي فقرة بيزنس والمسلسل المستمر للاستقلالية المالية معاك أستاذ ياسين يحياوي هنكمل مشوارنا يعني المرة اللي فاتت معلومات كانت ضخمة مهمة ساعات صادمة خلينا نقول أنا قعدت أسبوع لشان أهضم المعلومات دي بس هنرجحها سواء النهاردة حضرتك طبعا مهندس في مجال التكنولوجيا والزكاء الاصطناعي رائد أعمال من بدري أوي كان عندك تسعتاشر سنة إما بدأت أول مشروع ليك ومدرب بيزنس كوتش ودي حاجة كتير مهمة بالنسبة لنا وأطلقت مشروع ومؤسسة ابدأ صح ومعاك النهاردة هنبدأ صح شكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج هوا الأيام شكرا لك وليا الشرف بتواجد معكم باستمرار وإن شاء الله تكون حلقات مفيدة وكذلك حلقة اليوم لأن تكون فعلا بداية صح الأشخاص إحنا بجد شرف لينا وشكرا لوجودك ولوقتك المرة اللي فاتت كلمتنا عن أشياء كتير قوي والمعلومات كانت بالفعل يعني مهمة وصدمة ساعات لإن أخدنا الميزانية أخدنا المعاش أخدنا الدخل وقلت لنا إزاي نوظفه بأي طريقة 10% علشان الاستثمار اللي تكلمنا عنه في حلقات أخرى 10% للإدخار أو سدود ديون موجودة علشان نبتدي صح 10% للتعليم أشياء جديدة الاستثمار في الزات 10% دلع أي حاجة ممكن تبسطنا علشان صحتنا النفسية و5% كمان زكاة والباقي الـ 55% للتكاليف السبتة إجار البيت، السيارة، المدارس يعني الحاجات المهمة الأساسية يمكن في ناس فكرت وحبت الفكرة وقالوا عدوا كده وجهوا أنفسهم وشافوا بقى الدخل بتاعهم أستاذ ياسين وقالوا صعب قوي بالنسبة لي أبدأ إزاي؟ أبدأ إزاي وأنا مقدرشي على 10% للإدخار مقدرشي على التعليم 10% بتوقع التعليم بتوقع الدلع دول منسين من زمان والاستثمار نفسي والله بس النهاردة مستحيل هتقول لهم إيه ناس دول؟ فعندنا قاعدة بتقول على أنه من أول خطوة من خطوات تغيير هي الوعي بالمشكلة فأول شيء نهني هذ الأشخاص على أنهم عرفوا المشكلة لأنهم بدأوا في سلم تغيير يعني العديد من الأشخاص بيتجاهلوا المشكلة لأنه عندي الدخل قليل وهذا يعني مش دنبي فقط على الاستقلالية المالية إن شاء الله بكرم علي الشيء صح فهذ الأشخاص يعني على أنهم عندهم مدوعي فبرافو ما شاء الله عليهم الآن عرفنا الوعي بالمشكلة وش هي نهاية الطريق؟ هي بداية الطريق الخطوة اللي بعدها على أنه هذ الدخل اللي أنا عندي مش بيكفي هذ النسب اللي أنا قلت فكحل أول ممكن على أنه نعمله هو على أنه نتقبل هذ الواقع اللي إحنا فيه لكن ليسا فقط نتقبلوه ونبقى فيه نتقبلوه بمعنى على أنه نوازي هذ النسب بطريق يعني أنها توالم هذ الدخل اللي عندنا هذ المعاش وبعدها نبدأ نفكر في السؤال الثاني اللي هو كيف أزيد من هذ الدخل أسرع طريق حتى تزيد من هذا الدخل هو على أنك تبدأ صح وتبني مشروعك الله وهي يعني حلقتنا النهاردة النهاردة هنتكلم عن البداية بداية دي زي نبدأ صح بس المرة اللي فاتت حضرتك كلمتنا عن الهدف الهدف مهم كتير الهدف السمارت وفصرت لنا إيه هو ياريت لو تقدر تعيد كمان الفكرة دي مثال بحب دائما أعطيه سواء في دورات غالبا أنه في دورات سواء الحضورية ولا كدلك الأنلاين بس الأشخاص ما هو هدفك المالي فمعني بعطاهم كأنه تمرين وبيكتبوا يعني عندهم وبعدها يعني بأخذ الإجابات فأغلب الأشخاص بيكون دائما جوابهم على أنه مليونير هيكون عندي نصف مليون هيكون غني فهذه أهداف يعني دخلينا نتخيل مع بعض سميرة لو قلت لك على أنه حاط مثلا أسافر فالآن يعني أولى مثلا سميرة راح تسافر عندك الآن ممكن على أنه جيك أكثر من وجهة في بالك تمام لكن لو قلت لك دعني أخذ مثال البلدي لو قلت لك على أنه راح نسافر مدينة مراكش في فندق X وسنجلس فيه مثلا ثلاث أيام وفيه يعني طريقة كده وفيه مثلا مسبح وبالداخل يعني فيه تورات المغربي فالآن أنا متأكد مليون في المئة على أنه عندك صورة دهنية لهذا الفندق لأنه بتكلم عنه داخل مراكش بطريقة مراكش أو حواسي كمان بدأ يعيش اللحظة فالهدف بقى يعني أقوى بالنسبة لي صح فطريقة يعني كيف يعمل العقل بنفسها طريقة مع الأهداف المالية لما أول شيء تجي وانت تقول العقلك ولا تقول مع نفسك حاب على أني أصير غني ولا على أخرين نبقى مع هذا المثال غني شو هو تفسير غني عندك ممكن شخص بالنسبة له غني هو يكون عنده مليون دولار في البنك ممكن شخص تاني يكون عنده مئة أف دولار وليس في البنك كاستثمارات يعني لازم أن نحدد هذه المفاهيم شو هو تفسيره بالنسبة لك الآن هذه الفئة الأولى الفئة الثانية لما تجي وتقول لي على أني حاب على أني أكون مليونير شو السبب؟ هل فقط لأنك سمعتها في الميديا وسمعتها يعني الأشخاص مليونير 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 أو كل يوم يمكن عايز يفتحها يكشف الحساب ويلاقي مليون صح فلازم على أنه يكون عندك هدف فبالتالي كيف لازم على أنه يكون عندنا مرجع كيف نحدد هذه الأهداف هي اللي توقفنا فيها في الأسبوع الماضي طريقة سمارت طريقة سمارت يعني بتحديد الأهداف هو ما عنداش يعني ما مرتبطهش فقط بموضوع المال هي مرتبطة يعني بالأخينا أقول بالتطوير الذات إلى غير لكن كذلك بنستعملها في موضوع المال فسمارت هي يعني مجموعة حروف كل حرف بيعني كلمة اللي بنستعملها بتحديد هذه الأهداف الحرف الأول هو لازم يكون هدف محدد هي اللي طرحتها قبل قليل فما تجيش وتقول لي على أنه هدفي نكون غني هدفي نكون حر ماليا شو هو هذا الرقم اللي بيعني لك كأنك حر ولا مستقل ماليا شو بيعني لك على أنك تكون تري شنو بيعني لك الوفرة المالية يعني الحزب المفهوم فحددنا السؤال الأول اللي هو الاس اللي هو هدف محدد فأوضعه مع نفسك لكن لم ننتهي بعد الحرف الثاني هو الام يكون قابل للقياس فبالتالي حينما بنعطيه برقم يعني ممكن على أنه نقيصه كيف ممكن على أنه نقيصه لما نبدأ استثمار مثل ما تكلمنا عنه ولا مثل ما راح نحكي اليوم وكذلك في عديد من الحلقات على المشاريع لما أوصل لهذا الرقم عارف على أني وصلت له عندنا قاعدة في البزنس بتقول لك بالإنجليش يعني إذا لم تستطيع قياس شيء يستحيل على أنك توصل له فبالتالي لازم على أنه نحدد هذا الرقم حتى نعرفه الحرف اللي بعده هو الـ A ولا الـ A بالإنجليش هذا على أنه يكون هدف ممكن على أنه نوصل له فهنا راح أرجع لك الأشخاص اللي بيقول لك على أنه حاب على أن يكون مليونير عادي جدا من حقك لكن لو أنت شخص بتحقيق ألف دولار في الشهر يعني صعب حتى على عقلك أنه يتقبل أنك حاب على أن يكون عندك مليون دولار من هنا للآخر العام ولا بعد سنتين هذا غير منطقي ورح أتكلم على منطقي كذلك لي منها بعدها كذلك رياليستيك على أنه يكون هدف يعني منطقي بالنسبة لك أنت أولا وكذلك بالنسبة لظروف حياتك والحرف التالي الأخير اللي هو التاي يكون عنده مدة فلو رجعنا يعني لهذه المعادلة كلها لما تجي وتقول لي على أني مليونير وحددت لها مدة بعد سنتين خلينا نزلس ونشوف كم دخلك الآن شخص بيحقق مثلا 200 ألف دولار 300 ألف دولار في العام منطقي شخص بيحقق 50 ألف دولار في العام وحاب على أنه يكون عنده مليون دولار بعد عام هنا الهدف غير منطقي فبالتالي خليك منطقي مع نفسك وضع عن نفسك يعني هدف غالبا رح تجد على أنه نقصت من السؤال الأول وهذا التمرين اللي ما بعمله لما بنعمله هاتطريقة وبشرح لهم هات القاعدة بعدها لما بنوضع ولو بتذكري حتى في الحلقة الأولى اللي عملناها عن تعريف الحرية المالية حتى تكون حر ماليا أنت محتاج فقط يعني الأموال اللي بتغطي لك الأساسيات فستجد على أنه أنت اللي محتاج تقريبا مثلا 80 ألف دولار 100 ألف دولار 200 ألف دولار رسيدي في العام وهذا هدف منطقي قابل التحقيق حتى أنت لما بتسمعه بتعمل أنا قادر على أني أصل هذا طمنتنا يلا بنا بقى يلا خلينا نبدأ صح معك أستاذ ياسيني حياوي مدام فهمنا بقى كل القواعد دي وفي نية يلا نبدأ صح على بركة الله فكنا على أنه أسرع طريق يعني عندنا الاستثمار حتى على أنك توصل به لكن الاستثمار بيأخذ وقت ولو تذكري كنا على أنه الهدف من المشاريع إفادة الأشخاص وربح أموال هذه الأموال اللي بنعيد يعني مثل ما تكلمني في الكمبوني حتى ما نعيدش الكلام لكن أسرع طريق هو على أنك تدخل في مشروع لأن المشروع عندك إمكانية أنك تطور من هذا أموال جيب أموال كثيرة لكن بيبقى السؤال لماذا نبدأ المشاريع عندنا آخرين نبدأ بالأشياء اللي من وجهتنا داري خطأ اللي بيبدأها أهل أشخاص المشاريع على أنه بيكون مضغوط في شغلهم كاره مديرو في العمل يلا رح أستقي البكرة وبعدها أفتح مشروعين وأنت أصلا عندك مشاكل عندك مشاكل نفسية وعندك ممكن مشاكل مالية لهذا السبب تكلمنا عن سيارة الدخل فبالتالي أنت ما عندكش يعني الأموال اللي ممكن تخليك تعيش ثلاث أشهر ستة أشهر مرتاح وتفكر على أنك تبدأ مشروعك مباشرة هذا الأسف رح يوضعك في ضغط لو كنت عندك يعني أسرة ضغط أكبر فبالتالي ليس أفضل طريق على أنك تبدأ مشروع في هذه الخطوة ظروفك ما بتسمح لك في كل وقت الحال صح فالأولى لأنه مثل ما تذكري سامير تكلمنا على أن المشاريع تحتاج أموال وسألنا نحكي عنها إن شاء الله سمونا في هذه الحلقة ولا في الحلقات الجاية فبالتالي مهم على أنه نعرف لماذا أنت أصلا بحاب على أنك تبدأ هذا المشروع فحتى تبدأ هذا المشروع عندنا نقطة مهمة لازم على أنه نرجع ساميرا بتأتي من القناعات اللي عندنا عندنا معادلة على أنه القناعات بتولد أفكار هذه الأفكار لما تجينا بتجاعدنا بمشاعرها بنأخذ فيها أكشن يعني بنأخذ خطوات بنحصل على نتيجة فبالتالي حتى نتأكد على أنه هذه الفكرة اللي راح تجيني راح تكون يعني فكرة جيدة مهم على أنه نرجع لموضوع القناعات فاخرين نفترض على أنه قناعاتك جيدة حكيف تعرف كيف قناعاتك جيدة ولا لا شوف كيف تعاملك مع الأموال بكل بساطة لو تعاملك غلط مع الأموال قناعاتك غلط على المال من الآخر يعني ف هنرجع بها تحطيم ليه كده بالعكس أول خطوة بس ممكن نغير ممكن نتغير صح نشتغل على الموضوع التغيير هو الوعي بمشكلة فالآن عندنا الفكرة كيف نعرف هذه فكرة المشاريع ما هو تعريف خلينا نقول صاحب مشروع النقطة الأخرى اللي هو رأي الأعمال هو بكل بساطة شخص بيحل مشكل أكبر يعني العدد كبير من الأشخاص مقابل أموال فبتري أنا هنا تكلمت عن مشكل ورح أرجع لك الفكرات القناعات أغلب الأشخاص بيشوفوا المشاكل اللي في حياتهم ولي في ظروفهم على أنها مشاكل لأنه قناعتهم غلط لما تكون قناعتك صح رأي تبدأ تشوف المشاكل كفرص ما شاء الله عليك سامير يا سلام ده أنا عندي مشاكل كتير أوي عندي فرص كتير قوي بالفعل خلينا نعطي مثال لمشهور ديه أنت إيجابي حاجة حلوة ومفروض حتى في ريادة الأعمال على أنك تبدأ تشوفها لأنه المثال اللي حاب على أني أعطيها شركة أوبر شركة أوبر عارفة قصته قصته كيف بدأت هذه الشركة بدأت من مشكل على أنه المؤسس شركة أوبر كان في الولايات المتحدة يعني حاب على أنه يأخذ تاكسي فوقف يعني في الشارع بأخذ تاكسي يعني الوقت الحتى يعني توقف له تاكسي أخذ مدة طويلة ففكر على أنه أنا عندي هذه المشكل كلما بحث تاكسي أنزل للشارع فهذا وقت وأنزل الشارع وأبقى منتظر فشو هو الحل اللي عندنا على أني أعمل تطبيق أطلب تاكسي وأنا في البيت لما بيجي أنزل عنده فهذا يعني شاف مشكل وجد لها فرصة فبالتالي مهم على أنك تبدأ تشوف المشاكل اللي عندك وبالنسبة لي لو بتذكري في واحدة من الحلقات تكلمنا على أنه أفضل من أفضل يعني ليست الأفضل ولكن من الأفضل على أنك تشتغل في المجال اللي أنت فيه فممكن تبدأ تشوف المجال اللي أنت بتشغل فيه الآن كوظيفة شو المشاكل اللي متوفرة فيه وكيف ممكن على أنك تحسن منها هذه نقطة ممكن تشوف المشاكل اللي مريت بها لو تذكري سميرة في الحلقة اللي فاتت قلت لك على أنه نقطة البداية في إبداء صح كانت مشكلة عندي في التصرف مع المال صحيح فأنا حالش هذه المشكلة ولو تذكري حتى في الأول حلقات كان هذا وعد وعدت يعني الله عز وجل مع نفسي على أني بمجرد ما ألاقي الحل رح أساعد الأشخاص فكان يعني عندي هذا الرغبة بالإضافة يعني العديد من الأشياء اللي هي الشغف بهذا المجال وأحب علي أني وشارك معلومات مثل اللي بنعملها الآن فشوف المشاكل اللي عندك في حياتك ولا مثلا الأزمات اللي أنت عديت بها وحلتها لماذا؟ لأنه عندك خبرة فيها فأنت قادر على أنك توضعها كمنتج توضعها كخدمة تعليمها للأشخاص فعندك العديد من الفرص لأنه لما بنتكلم في المشاريع عندنا ما يسمى يعني قودرابول أوف ماني يعني في أربع خانات كذلك الروبرت كيوزاكي وفيها العديد يعني من الأشخاص تتكلموا فيها لعندنا الخانة الأولى يعني كيف الطرق اللي ممكن نحصل منها على أموال طريقة الأولى وللخانة الأولى هي الوظيفة الخانة الثانية هي الأشخاص اللي بيشغلوا كعمل ذاتي عمل حور وهذا نسميه موظف عند نفسه ومنهم بالمناسبة وممكن تصدم بعض الأشخاص منهم الدكاترة منهم المحاسبين منهم الأطباء لأنه لو يعني أزلنا هذا الشخص من المعادلة راح البيزنس يوقف فبتل يده يسمي يعني بيشتغل عند نفسه عندنا رأي الأعمال اللي هو بتكلم عنه وعندنا الانفاسور فأنت في البداية يعني في البداية لما تبدأ مشروع غالباً راح تكون في الحمر الحور لأنك راح تكون موظف عند نفسك فبتلئ لأنه لما بتكلم عن هذه المشاكل لسه ليس بضرورة على أنك تفتح لنا شركة تنافس تيسلا ولا تنافس مرسيديس أو منتج هاي يبقى متواجد عالمياً لا ابدأ بالأشياء اللي أنت مناسبة لك لماذا؟ لأنه حتى لما بنعمل يعني في البزنس بلان لما بنتكلم عن دراسة السوق وهذه النقطة اللي بعدها الآن وجدت الفكرة عندك العديد من المشاكل ما بتحددش واحدة شوف العديد من المشاكل لأنت نقطة مهمة للغاية لأنت قادر على أنك تشتغل فيها كتقدم فيها هذا الحل الأطول مدة ممكنة لأنه خلي في بالك وممكن أصدم بها بعض الأشخاص على أنه غالباً في ستة أشهر ومن ثلاثة أشهر لستة أشهر الأولى لن تحصل على دخل من هذا المشروع معادي جداً أن المشاريع تأخذ وقت هي الأسرع ولكن ليس فكرة ترى السريح لأنك بعد شهر ستصبح نكست بيل جيتس لأن بتشتغل على الفكرة بتسوق للفكرة بتعرف الناس يعني فيه إشهار يعني فيه مدة كده لازم أنت تغذي الفكرة دي علشان تبقى موجودة في السوق فعلاً فهي هذه على أنه حتى تغذي يعني هذا السوق منذ ما تكلمتي ساميرا راح تكون عندك كذلك منافسة فالمهم على أن يكون عندك هذا النفس الطاول في المشاريع فبالتالي لما تحدد هذه الأفكار اختار منها الفكرة ولا فكرة المشروع اللي أنت قادر على أنك تستمر فيه لهذا السبب راح تلاقي على أنه العديد من الأشخاص بيتكلموا عن موضوع الشغف هنا الشغف مهم حتى تقدر على أنك تعطي في مجال بدون الحصول على دخل ولهذا السبب أنا أركز دائماً على أنه الأشخاص بليز خليك في وظيفتك حتى تحصل على أموال فما تحضرش نفسك في الضغط على أنه ما عندكش أموال بتحصل على هاد الأموال اللي بتغطي هاد الأساسيات وتأخذ منها نسبة فكرة الاستثمار على أنك الآن بدل ما تستثمرها في السوم تستثمر في مشروعك تمام؟ ياسين هنا فيه سؤال فيه ناس مثلاً بتسمعنا تقول أنا نفسي نفسي أفتح مشروع بس أنا شخصيتي ما بتسمحش بس لي صديق أو صديقة عندهم فكرة جهنمية وهم عايزيني أشارك معهم بس أنا مش عارفة لو ممكن أعيش التجربة دي أدخل في المغامرة دي ولا بلاش ممكن أخسر الصديق ده يعني هنا بتنصح بإيه؟ هو فكرة يعني على أنك تشترك مع شخص فكرة جيد رائعة لكن ولكن نوضع من تحت منها أكثر من سطر مهم على أنه يكون مع هذا الشخص وفاق ليس صدق وفاق بيزنس وفاق علاقات لأنه في خلال هذا البيزنس تكون على يقين على أنه راح يكون عندكم مشاكل وتحديات ممكن على أنه توقع توصله يعني للمرحلة على أنه مثلاً خليناً خلي بعيدة ولكن ممكن على أنك تكون غير قادر على التعامل مع بعض فهذا السببب مهم على أنك هذا الشخص تجلسوا يعني مع أنفسكم توضعوا يعني مثل ما بنقول باللغة الفرنسية يعني نقطع الحروب حتى بالعربي عن عديد من الأشياء لما بينها الرؤية تمام فلازم تكون عندنا رؤية مشتركة خليناً أفترضي مثلاً شخص رؤيته في مشروع حابين يفتحه مثلاً مطعم شخص هو أحسن شاف موجود في المنطقة لكن ما عندهش فكرة الإدارة فحاب على أنه يشترك مع شخص اللي هو راح يتكلف بالإدارة فأنت مثلاً هدفك على أنك تفتح فقط مشروع بسيط في حيك الشخص تاني عنده لا أنا حاب على أني أفتح سيلة مطاعم فهنا الرؤية مختلفة صحيح فرح يكون عندنا مشكل فمهم على أن نتفق على الرؤية ومهم كذلك على أن الأمور القانونية تكون مكتوبة مع بعقد على أنه حتى يعني نكون يعني ضابطين هذه الأمور شو راح نعمل في الأشياء لما يكون الموضوع بشكل جيد لما يكون بيناتنا اختلافات من اللي راح يتك يعني يأخذ القرار كيف راح نقسم يعني كل هذه الأمور وكذلك تقسيم المهام هذا الشخص لو دوره مثلا في هذا المطعم أنا دوري الوجبات فأنت مش من حقك تدخلي في الأشياء اللي أنا يعني بشتغل فيها وأنا مش من حقي مثلا ممكن تواصل ولكن أنت صاحب القرار اللي بنرجع لك مثلا في التسويق في المبيعات في العلاقات مع الكلاينت يعني الاتفاق يبقى واضح ومكتوب منذ البداية صح وكده نكون بدأنا صح كده نكون بدأنا صح في موضوع الفكرة لذي أنه عندنا بعدها لازم على أنه نتشيك نعمل تأكد من هاد الفكرة لو رجعنا لو رجعنا لهاد وخرينا ممكن نختم بها ساميرا الفكرة هاد المطعم اللي تكلمنا عنه لو أنت حاب على أنك تبدأ مثلا مطعم فيجيتاريا في منطقة عربية نباتي في منطقة عربية عندنا مثلا في المغرب في مصر أنت حكمت على نفسك غالبا بالفشل لأنه ما بكقولش يعني لازم على أنك تدرس ممكن في بعض المناطق لكن احنا معروف علينا على أنه الشعب العربي بيحب اللحم أو تفرجوا على برنامج باسم يوسف وعايزين كلهم يبقوا نباتين أو في أقلية يمكن تسحب عدد أكتر وهنا بقى تضرب صح وانا بالمناسبة ما بقوش على أنه هذا المشاريع ستفشل بقول على مش الأغلبية اللي طلب النوع ده من المطعم صح فمهم على أنك تعمل هذا وكيف ممكن على أنك تعملها بطريقة بسيطة ممكن تعمل سيبيانات ممكن على أنك تنزل يعني بنفسك في هذا الحي اللي أنت فيه تشوف طلبات هذ الأشخاص نوعيتهم هل مثلا أشخاص هم بيعملوا رياضة هالأشخاص بكرش مع احترامي الأشخاص فتشوف يعني نوعية هذ الأشخاص تسألهم تعمل سيبيانات كذلك ممكن تعملها أونلاين حتى تشوف متطلبات هذ السوق اللي أنت ناوي تنزله لو كل الناس عايزة هبر صعب أوي لأنك تنجح في المطعم صح لأنه لو عملتها رح تكون مطالبة أول شي على أنك تغير لهم قناعتهم وهذا ليس دورك صعب وشبه مستحيل صح فهذه الفكرة فعلى أنه الفكرة ونعمل تأكيد لهذه الفكرة قبل ما نفوط لباقي الخطوات اللي ممكن تكلم عنها في الحلقة الجاية أنا بشكرك بجد ياسين يحياوي دايما يعني عرضك للمسائل اللي ممكن تكون مخيفة لبعض الناس دايما بسيط وواضح وشوية شوية بنوصل للتغيير الماينسات وفعلا بنشوف أنه الاستقلالية المالية مش مستحيلة خالص أنه ممكن بقطوات واضحة نبتدي أنه نحن نفكر فيها ونضع لها استراتيجية أنا بشكرك وبتمنى لك المزيد من النجاح من خلال كمان المنصة اللي موجودة اللي أطلقتها مشروع ابدأ صح وإحنا النهاردة عارفنا إزاي نبدأ صح ومستمرين معاك في الأسابيع الجاية كل أسبوع في فقرة مخصصة فبعد كده متهيق لكل مستمعي منطقر الدولين المفروض يبدأوا صح ويبقوا من أغنياء وأسرياء العالم شكرا جزيلا ياسين يحياء شكر لك وشكر المستمعين وإبدأ صح تنجح صح تسلم مرسي مرسيقاً 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 مرسيقاً